اشتركوا في القناة تصفية الفساد تتواصل الرياضة الكويتية بين اروقة السياسة والشارع الخليجي اشتركوا في القناة يساركوا في القناة ومعنا ايضا الاستاذ عقل باهلي الكاتب والباحث السياسي المعروف شكرا اخيرا معنا الدكتور عبدالله موسى الطاي الرئيس مركز مستقبل الشرق للدراسات شكرا مستقبل الخليج اهلا مستقبل الخليج اعتذر عليها أهلا بضيوف الكرام وأهلا بكم إلى محرنا الأول اجتاحت الدول الإسلامية والعربية عاصفة من ردود الفعل الغاضبة والاحتجاجات والإدانات لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واستحالة قلق عارمة من تداعيات القرار الأمريكي الذي لم يرضي أيضا عواصم أوروبية وعالمية إذ فتح القرار أبواب جهنم على الأزمة القائمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي ويبدو أن أمريكا بدأت البحث عن توازنات ما بعد القرار الذي استفز العالمين الإسلامي والعربي وحتى العالمي بعد تسريبات إعلامية عن خطة سلام يتم الإعداد لها وسط تأكيدات لمسؤولين أمريكيين أنها سترضي الفلسطينيين في الوقت الذي شهدت فيه جلسة مجلس الأمن الأخيرة رفضا أمميا من مختلف الأعباء للقرار الأمريكي بشيء دكتور خالد؟ حس أنه بعد اتخاذ القرار من ترامب أنه حصل فيه بعد هذا يعني ضجة ثم كأنهم بدأوا يترددون الآن أقصد أمريكا ألا هذا صحيح؟ هل تسرعت أصلا أن أمريكا في اتخاذ القرار؟ لا شك أن القرار شكل صدمة للمجتمع الدولي وكذلك للأمتين العربية والإسلامية مثل ما أشرت السادة دريس يمكن تصريح تليرسون يحاول يلطف القرار قدر الإمكان تأجيل تفعيل القرار هو محاول إلى سنتين ولكن هذا لا يلغي القرار وهو الاعتراف بفلسطين كعاصمة لدولة إسرائيل لذلك نعتقد أن هذا القرار هو عمليا أنهى المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية طيب الرأس السابقين اعترفوا أيضا نفس الشيء ولا لا؟ ولكن كان القرار يؤجل كل ستة أشهر ولا ينفذ طيب الآن التأجيل حق تليرسون مثلا كأنه نفس الممارسة السابقة ولكن تم الاعتراف رسميا من الوثلات الملكية لذلك عمليا موضوع القدس الوضع النهائي للقدس هو آخر مراحل المفاوضات ما حصل حاليا هو القفز على هذه المراحل لذلك نعتقد أن هذا القرار في الواقع سوف تكون لتداعياته لجهة الآتي أولا سوف تستخدم الكثير من الجماعات المتطرفة مثل حزب الله أو الحوثيين أو إيران للمزايدات على هذا الموضوع واستخدام القدس كشماعة لحشد الدعم الإسلامي والعربي لهذا الخطاب كالعادة أنا أعتقد أنه الآن ليست مسؤولية دولة هذا الموضوع أنها مسؤولية المجموعات لمعنى من نظمة المؤتمر الإسلامي الجامعة الدول العربية مجلس الأمن بإمكانه في الواقع أن يرفض هذا القرار لأن هذا القرار هو تجاوز لمقرارات الممتحدة بس بالتصويت يكاد يكون تم رفض قد تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حقا ولكن هذا القرار هو قرار أممي تجاوز فيها القرارات الأممية لذلك الأمين العام لأمم المتحدة هو في الواقع عشر إلى أن الرئيس الأمريكي تجاوز المواثقة الدولية فهي قضية دولية وليست قضية في الواقع أحادية لهذه الدولة أو تلك الدولة شريك يا دكتور عبد الله يعني أنا أيضا كنت أتوقع مثل ما قال دكتور خالد أنه يصير في حالة تكسب لإيران وحزب الله وغيرها يعني من هذا القرار وطبعا يبدون يهيجون الشارع هذا دون أي جدوى لكن الحادث حتى الآن أنه ما فيه أي ردة فعل من سرداب في بيروت ولا من إيران ولا من أنصارها في كل مكان على حين أيضا بالمقابل يمكن هذا يزعل بعض الآخرين أنه يمكن تركيا أن تكسب من هذا يعني حالة شعبوية يعني إنما ما فيه قرارات حقيقية يمكن أن تتخذ في هذا الصدد أبي تعليقك لن تتخذ قرارات الحقيقة حقيقية في الموضوع هذا السبب واحد أنه هذا موضوع خص أمريكا هو ليس ملزما لبقية الدول وهو قرار يعني هو ضمن منظومة منظومة انسحاب الرئيس ترامب من المنظمات الدولية والاتفاقات الدولية يعني انسحبوا من اليونسكو وانسحبوا من اتفاقية المناخ واتسحبوا من بعض الاتفاقيات المنظمة للتجارة العالمية وهذا أيضا الحقيقة هو نوع من القرارات التي خارج على شرعية المتحدة المتحدة منذ عام 1967 وهي تعتبر أن القدس لها وضعها الخاص وأي إحداث فيها بعد احتلالها ب67 أي إحداث فيها هو خارج على شرعية دولية وبالتالي فالولاية المتحدة الأمريكية هذا القرار الذي تأخذ أولا 63% من الشعب الأمريكي يرفض هذا القرار 63% من أين جمتها النسبة؟ هذه نسبة الحقيقة على نتها الحقيقة أعتقد أنه أكثر من جهة جامعة ميرلاند سوت الهادس فكانوا 63% يقولون لا داعي للاتقال القرار أجل 44 مرة من قبل يعني من 1995 وهو يؤجل فلماذا لا يؤجل هذه المرة؟ الشيء الثاني أنه مثل ما أشار الدكتور حقيقة الذي نستفيد منه هو مطرفين اليهود حتى الحكومة الإسرائيلية حتى وإن أبدت دعمها للقرار لكن هي متضررة من القرار لماذا؟ لأن تذكر 1980 هي نفسها اتخذت قرار بأن تكون القدس عاصمة لها وتحرك المجتمع الدولي لما اتخذت إسرائيل 1980 أن تكون القدس عاصمة رسمية لإسرائيل كان فيها 13 سفارة حرجت جميع السفارات بأمر من مجلس الأمن والمنظمة الدولية حرجت كل السفارات 13 من القدس وبالتالي هم يعرفون آثاره السلبية لكن في نهاية المطاف هناك حشد الآن وهناك تهيئة للرأي العام العالمي بالذات في مجتمعاتنا إيران والجماعة المضطرفة المسيحيين الأنجيليين في أمريكة الفرحانية في الموضوع هذا يعتبرون أن هذا القرار يقرب خروج المسيح وبالتالي فهناك الأجدات المتطرفة هي التي كسبت الذين خسروا هم المعتدلون في المنطقة هم أصدقاء أمريكا لأنه إحنا قلنا انتهت الداعش إن شاء الله مقبلين على مرحلة ربما فيها نوع من التهديئة للقضايا الساخنة عادنا إلى التأزم الرئيس ترامب في المنطقة وبالتالي مثل ما أشرته أن تركيا أن بعض الدول التي لديها شعار الحقيقة حشد داخلي تشغل الرأي العام ما شاء الله أسمع بعض الدول امتدحت مواطنيها التي قضوا كل النهار بالشارع هذا نوع من التنفيذ تقضي طول النهار بالشارع ثم ترجع تنام تفتح الأساس هو أن تتحرك من خلال المنظمات الدولية لاستصدار قرار يؤكد على القرار 252 بأن القدس لها مكانتها وأنه إذا اتجهت وزارة الخارجية خطوة قادمة بأن تبني مقرا في القدس سيعتبر مستوطنة وفقا للشارع الدولية أنها مستوطنة مثلها مثل أي مستوطنة في القدس لها وبالتالي وزارة الخارجية عندما طلبت سنتين يعني تتوقع أنه ربما لا يمدد للريسترام فبالتالي تراجع لأنها وزارة الخارجية غير موافقة على مسألة النقل تعرف مخاطره وهي التي عاصرت التأجيل 44 مرة وبالتالي تعرف الإنعكسات لكن الرئيس ترامب بس يمكن أن ترامب أيضا اتخذ القرار ليضمن مثلا تأييد آيباك وغيرهم والآن يعني حجم اليهود في أمريكا أنا ما أعتقد أنه بحاجره لأنه بقيت الرؤساء كلهم وضعوها الثلاث الرؤساء السابقين باراك أوباما وموش وكلينتون كلهم وضعوا هذا الموضوع في قواء يعني ضمن الأجندات الانتخابية ولم ينفذوا وبالتالي كان يستطيع حقيقة لم يكن محتاجا ليه بأي حالة من الأحوال ولكن هو ماذا يريد دائما وشفت بتغريدة اللي بعدها يعني بعدها قالوا أنه الثلاث الرؤساء لم يستطيعوا أنا استطعت فهي نوع من النوع من التي أخص الرئيس شخصيا وأنا أعتقد الحقيقة أنه الملك سلمان اتصل بالريس ترام وأبلغوا أن هذا في استفزاز المشاعر المسلمين 2001 أيضا قلنا لهم لا تدخلون أفغانستان مملكة حذرتهم وإلى الآن نحن نرى أفغانستان مفتوحة 2003 قلنا لهم لا تدخلوا العراق ولا تحلوا الجيش العراقي ولم يسمعون الآن رئيس ترام نفسه يقول 6 تريليون أنفقناها حتى الآن على الحرب العراقية فهم لا يسمعون مشكلة الأمريكيين أنهم لا يسمعون لأصدقائهم هذه إشكالية ولا وش الفائد أنه نتصل بالرؤساء ثم أسوي اللي بغا ممتاز خلينا نشوف الأستاذ عقل إيش رأيك استاذ عقل إيش تعليقك على ما حدث يعني وما هو توقعك يعني هو الولايات المتحدة مثل أي دولة تألن مثل هذا القرار أي دولة تستطيع أن تألن حتى الدولة صغيرة يعني أن تألن مثل هذا القرار لكن لأن الولايات المتحدة تأخذ جيوشها إذا أرادت وتغزو أي بلد طيب هذا هو الفعالية هو هذا الفعالية لا بس من الجانب القانوني ما في الشيء يعني مثلها مثل غيرها ما يحميها مجلس العمل ولا لها أي صفة قانونية أن تقوم بهذا إلا أنها دولة والدول 149 دولة في الأمم المتحدة وبالتالي ما هناك شيء يعني مختلف إلا القوة الأمريكية كون أنه هذا بيأثر على دول وعندها أيضا دول تخشى منها وتصوت معها بما فيها الأوروبيين بس أنا الحقيقة يعني دائما إحنا نقول أنه المصالح الأمريكية ومضاد للمصالح الأمريكية لكن دائما المحصلات الاقتصادية والسياسية دائما تثبت أنه مصالح أمريكا يعني يحافظ عليها وحريصة عليها الولايات المتحدة وأنه الآخرين يعني يتحدثون عن المصالح الأمريكية لكنهم لا يتحدثون عن مصالحهم أنا لا أفهم أن الرئيس ترام يأتي للمنطقة العربية ويأتي للمملكة العربية السعودية قلب قائدة العالم الإسلامي وقلب العالم الإسلامي الحرمين الشريفين وعليها التزامات دينية ووطنية وإسلامية وأخلاقية ومسلمين يأتي ويترك المملكة العربية السعودية بمشاعر طيبة تجاه المملكة وأيضا مشاريع اقتصادية عملاقة وكل المواقف الودية جيدة لكنه يفاجئ العالم الآن بأنه يفعل شيء وكأنه مقصود ضد المملكة أنا ما فهمت يعني لا أعرف يعني إلى أي مدى هذا قرار عقلاني أو صائب أو ما عندي أنا يعني تصور لكن في اعتقادي أنه يعني الولايات المتحدة جزء من التحالف الدولي السبعين دولة تقريباً اللي في التحالف أو ستين دولة اللي تحارف داعش اللي تحارف داعش نعم أنا في اعتقادي أنه يعني كمان هذه غير مفهومة للناس كيف تحارف داعش وتقود العالم بكل هذه الكتلة القوية مع أنه أنا شخصياً أعتقد أنه حتى التحالف وأمريكا هي تفعل مصالح أمريكا في التحالف وليس التحالف ضد داعش لكن مع هذا ألف باء يعني إذا كنت تريد أن تقضي على داعش في المنطقة أنا أعتقد أنه أكبر يعني إبرة حقاً تنشيط لداعش مثل هذا ما فعلته في الإعلان لأنه هلا أقل تقدير أنت ألبت المسلمين ألبتهم بدون شك رد الولايات المتحدة الأمريكية ونحن نعرف أنه كل التطرف يأتي حينما الناس ينفعلون يعني اللي يجيب الناس للعراق والسورية هو مناظر القتل والدم يجون من أوروبا ومن أمريكا ويقاتلون في هذه المناطق فأنا لا يعني أشكك أعتقد أنه نحن أيضاً في المنطقة العربية يعني عندنا وهم بأن الولايات المتحدة ربما يعني ما تقوله هو صدق أنا أعتقد أنه لا هناك أشياء وأجندات الولايات المتحدة تقول ما تريد أن نصدق أيضاً ابتزاز العرب هذا دائماً والمنطقة العربية أنا ما أشوف أمريكا تبتزح لا عاسيا ولا أفريقيا ولا أمريكا اللاتينية بنفس اللغة لأنه حقيقة المنطقة العربية لا تزال القيادات يعني القرار هو في يد السلطة السياسية وليس هناك برلمانات يمكن أن يعرض عليها المشروع في أي قضية يدخلون فيها العرب أنا أعتقد أنه هذا يجب الانتباه له في المنطقة العربية وجعل الناس يكونوا شركة في مواجهة أمريكا وغير أمريكا من يتأدى على الحقوق الوطنية أو حتى العربية أو الإسلامية يعني يجب أن يكون هناك رادة شعبي ورسمي وكنه مؤثر لا تمر القرارات لا الاقتصادية ولا السياسية إلا بموافقة الناس حتى يكون يومنا لأيام عندنا حجة إذا أردنا أن لا نمر أي مشروع يخدم أحد يعادينا ويفرض علينا أجندات عنف وأجندات فساد وأجندات قتل بالتالي يعني خلنا نشوف الدكتور ماجد إيش رايك في حالة استياء شعبي عند السعوديين أنه يعني بعض العرب وبعض المسلمين يعني تتركوا قرار ترامب بنقل السفارة إلى القدس وأصبحت قضيتهم الأساسية توجيهها صابع لاتهام للسعودية بأنها لم تخدم القضية الفلسطينية سؤالي على وجه التحديد ليش يا ماجد أنا دائم عندي هذا الشعور وعند كثير من السعوديين لماذا هذا الجهود للسعودية إحنا هل تتظن أننا لا نقدم منفسنا كما يجب ولا حنا بالفعل مقصرين كما يرون أولا طبعا أنا استمتعت بطرحات الزملاء أخذوا أشتاة الموضوع حقيقي في عدة مسارات ممكن بس أعارض أخي عقل قبل ما أنتقل إلى الجواب أن الأمريكا ليس لنا أكبر قوة في العالم لا لأنها راعية الملف السلام مع راعية الملف الإسرائيلي الفلسطيني هذا قضية مهمة جدا وهي العتب الأكبر بالإضافة لما أتحدث عن الزملاء بأنها قفزت على معطيات طويلة جدا وأجي الموضوع القدس في آخر مرحلة السلام طبعا الأمريكا لدينا فلسفة استمرارية عملية السلام ليس إنجاز خطوات ويجب أن تستمر عملية السلام فوضع مثل هذا القرار في هذه المرحلة معنات أنك تكسر الاستمرارية لمفاوضات السلام وغض النظر بنتيجة أو بدون نتيجة لذلك نشوف ردات الفعلة الأوروبية ليس للحق الفلسطيني وليس لحق القدس ولكن لفلسفة استمرارية مفاوضات السلام سواء بالنتيجة أو بدون نتيجة فهذا كسر لهذا البرتوكول الذي ماشيتنا عليه هذه القوى على مدار 60-70 سنة ثم أن العتب على الولايات المتحدة الملك لأنها هي تدعي أنها رأية السلام وأنها هي التي تمسك بهذا الملف الجانب الثاني حقيقة أنا يمكن في أكثر من مناسبة أقول يجب أن لا نحتكم في أنفسنا أو تقييم ذواتنا بالسلوكيات وترهات الآخرين المحيطة نقصد حنى كسعوديين نعم أنا لا يهمل أنا حقيقة راجعت على عجل الطروحات في وسائل التواصل الاجتماعي هذه كلها نتؤات حقيقة نحن نعرف أن وراءها منظمات مشبوهة وراءها حسابات وهمية فهي ليست ذات قيمة في العمق الشعبي الإسلامي حتى أقول والله نحن مقصرون أو غير مقصرين لذلك أنا لا أحتكم في تقييمنا إلى الترهات التي تصحب لأن الذي يتحدث عن فلسطين لا يمكن أن يتجاهل مواقف المملكة مثل من عهد الملكة عبد العزيز إلى الملكة السعودية مرور كل الملوك ملوك السعودية لا يمكن أن تتجاهل المواقف كيف خسرت المملكة في كثير من قضاياها الذاتية للمملكة رابي السعودية من أجل قضية فلسطينية طيب أجل ليش لأن السوشيال ميديا مليانة الأمانة وصار فيه استياء وصار فيه حالة من الدمام لأن أمالي ضايقني هو التعاطي معها بطريقة سلبية هي ردود الفعل من بعض المغردين أو المتعاطين الذي يعني بدأوا يقول والله شوفوا الفلسطينيين مثلا شوفوا أهل فلسطينيين نعم هذا اللي أنا يزعجني لأنه أنا أقول حينما أثق في ناس طيب هذا اللي يشعرون بشيء من الضيم ويدافعون على أنفسهم لا موندفع لكن فقط بأنني أدافع وأنني أضع للقضية قالب آخر أن نحن صنع إعلام إذا تريد أن تصنع الإعلام يجب أن لا تتعامل بردات الفعل مع المعطيات يجب أن أخذ لب القضية وأتحرك من خلال القضية الطروحات المعاكسة التي طرحها بعض المغردين بعض أحيانا من الطروحات فكرية شخصية لبعض الأشخاص ليس في السياق الوطني وردات فعل على هؤلاء طبعا أنا زي ما قلت لك هؤلاء دائما هم يعني لا يمثلون قيمة حقيقية بحيث أنني أراجع نفسي عليها حقيقة الإطار كل شوف قضية القضية عامة الإطار عامة يعني أنا أشرت له في تغريدة أنا قلت أن قرار الرئيس الأمريكي بأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل لا يمنح السر إلى هذا الحق ولكن بقدر ما يضع الولايات المتحدة الأمريكية في خندق واحد مع إسرائيل في قضية الضغينة الشعبية العربية والإسلام وهي التي يحسب لها الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي حسابه نحن نقول نحن مقصرين إعلاميا في التعاطي مع القضية أو غير مقصرين هذه تحتاج طبعا إلى تقييمات حقيقية أنا ما عندي حقيقة فيها تقييمات ولكني أقول أن رداءة من حمل هذا الأمر ضدنا يجعلني يعني لا يعطي حقيقة يعني كثير اعتبار إيه بشوف خالد إحنا نكرر أخطاءنا حجم الإنفاق بالمعنى السياسي الاستثمار بالمعنى السياسي والمالي الذي أنفقته المملكة في لبنان في اليمن في فلسطين للأسف لم نستطيع أن نقدم أنفسنا بطريقة منصفة وعادلة لا يوجد للأسف الآن أنا رصدت لماذا لك في الإعلام باع طويل والدكتور ماجد والجميع خلينا نرى أين الخلل الخلل لا نقدم أنفسنا بطريقة جيدة كيف نقدم أنفسنا بطريقة جيدة؟ الخلل الإعلامي نقدم أنفسنا بدءا من ربط العمل المسار الثقافي الإعلامي بالمسار المساعدات المساعدات المالية رفض المسار الإعلامي والثقافي بالمسار السياسي هذه مسارات مالية وسياسية منفصلة عن الأداء الثقافي والإعلامي لذلك قد تدفع ومواقف سياسية كبرى بل أن المملكة قطعت البترول على المتحدة الأمريكية وهذه مواقف كبرى لذلك الوعي العربي الوعي الإسلامي ينسى كافة هذه المواقف لأن أداءنا الإعلامي ضعيف أداءنا الاتصالي ضعيف سواء مع العالم الإسلامي أو مع العالم العربي ولم يحقق لنا حصانة أو رصيد نستطيع أن يغطي أي شائعات حول هذه المواضيع متاز تبغى تقول شيئا هذا يبغى أقول الحقيقة أن الإشكالية في العقلية العربية أكثر مما هي إشكالية في الواقع يعني ما فيه قراءة أصلا لما قدمته المملكة بمعنى العرب الحقيقة عطهم خطابات وعطهم شعارات رنانة وإنت تسير الحقيقة البطل بمعنى لو خرج الليلة مسؤول سعودي بالملك أو الأمير محمد مسلمان وطلع خطاب ناري سنرمي إسرائيل في البحر في البحر الميت شوف التصفيق بخرا هذه هي منذ بدء الأزمة من الثمانية واربعين والمملكة تدفع والمملكة تتخذ مواقف أكثر مما تخطب أكثر مما تخطب أكثر مما تخاطب مشاعر الناس ولم يكون أحد يعرف على شيئا لم تتعرض مصالح دولة من الدول الحقيقة التي تحيق بإسرائيل دول الطوق لم تتعرض مصالح دولة للأذى في الولايات المتحدة وفي الغرب مثلما تعرضت مصالح المملكة ولا زلنا حتى الآن وإلى بكرة ندفع ضريبة ندفع ضريبة وقوفنا إلى جانب القضية الفلسطينية كنا نستطيع أن نشتري الحقيقة دماغنا في الولايات المتحدة بأن نقول للنوب الإسرائيلي ماذا تريدون ونحن معكم وسنحصر الحقيقة على كل ما نريده في البيت الأبيض وفي المؤسسات وفي الكونغرس لكن لأننا اتخذنا موقف مبدئي علنا أمام الناس وسرا أيضا بيننا وبين الناس في المكاتب وبالتالي كلامنا في القضية الفلسطينية في الغرف المغلقة هو نفس كلامنا أمام الإعلام لكن مشكلتنا أننا لم نزايد هذا مثل ما وصف العالم العربي أو العرب لأنهم ظاهر صوتية يريدون خطاب طب هل هذا صحيح؟ لا 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 صحيحا سيختشفون غدا اختشفنا الآن ما دفع على حافظه أسر؟ عبد الناصر عبد الناصر ما دفع ما رمعهم في البحر ما دفعهم في القدس ما دفعهم في القدس إيران إيران التي ترفع الشعار يوميا الموت لأمريكا والموت لإسرائي ما دفعهم؟ بس أنا أود حقي أضيف نقطة من المفيد تقديري أنه هناك فرق بين ملف فلسطين والملفات الأخرى هذه قضية أمة هذه قضية لها ارتباطها العقدي أنا عارف بس أنا أقصد أنه هاليومين عشان اشتعال الوسائط ما أريد أن يصير في هذا الخلط يعني ألا تتفق معي أنه يمكن يفترض أنه يطلع بيان من سفارات فلسطين يعني يشهد بدور المملكة لعله يرطب أو يعني يضمن بعض لا 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 لن يعارض القاعدة الشعبية في قاعدة شعبية الإمام الذي يترحم على الملك عبد الله الخطيب الذي يترحم على الملك عبد الله ماذا عملوا به؟ من اللي عملوا به؟ في المصلين في المسجد صياح وهتاف كل واحد لا يريد كل واحد الحقيقة لا يريد أن يقع في فخ الشعبوية ما في أحد يريد أن يعرض سمعته من أجل السعودية وبالتالي السفارة فلسطين عندنا وتعلم ذاو عندنا جالية فلسطينية ما تتوقع المهروض يسيب لهم دور؟ شوف أنا ما أودنا الحقيقة نعمم ما أودنا نعمم طرفيننا زملاء ممتازين من الفلسطينيين وأصدقاء كثير والقاعدة اللي جاء بها الصامتة المشكلة أن المتطرفين في كل مجتمع هم الذين يخطفون الخطاب هم الذين يخطفون هذا الخطاب لكن القضية الفلسطينية بالنسبة لنا مثل ما شاء الدكتور وزملاء هي قضية مبدأ قضية عادلة سندعمها قضية إسلامية سندعمها هذه قضية عادلة لا نلتفت إلى ردود الأفعال هنا مشكلة بس في الإعلام أي إعلام يبي يقول للناس أن هذا اللي أنا أسويه كل الصح ما يخدمك ما يخدمك لازم يكون فيه موضوعية قليلا من الموضوعية مزيد من السماع ما فيك تجي تقول كل اللي حقا وفع في الناس لم ينجزوا شيئا زي مين؟ يعني مثلا يعني زي النظام السوري حقا في الناس إلى ما شاء الله النهاية إعلام القذافي حقا في الناس إلى ما شاء الله والنهاية هكذا عبد الناصر عبد الناصر له عيوبه وله أخطائه لكنه أيضا نفس الشيء بس الفكرة فكرة أنه إعلام الحين يعني هذول الأوروبيين والإعلام اللي يكتب والناس يسمعون أليس فيه يعني خدمة لدوله ألا يخدم دوله بشكل مثالي وجيد طيب لماذا لا يسمع؟ لأنه هناك من يصيغ إعلام يستطيع أن يفتح آذان الناس نعم وفيه مصالح يدافع عنها لكنه يدافع عنها بشكل مثالي أن تقول تسكت الناس أو تقول يعني كل ما أفعله أنا صحيح ما فيه ولا واحد يقول أنت غلطان هاي مشكلة كمان واضح فاصل ثم نعود إليكم أهلا وسهلا بكم أهلا بضيوفي الكرام ماجد التركي عبدالله موسى الطاير خالد الفرم عقل الباهلي إلى موضوع التالي نقطة تحول يشهدها الوضع اليمني الشائك حاليا فبعد 48 ساعة من دعوة الرئيس السابق علي عبدالله صالح لليمنيين وأنصاره للانتفاضة على الحوثيين وفتح صفحة جديدة مع التحالف العربي لإيقاف الحرب غدر به الحوثيون ولم يكتفوا بذلك بل وصف زعيمهم مقتل صالح في خطاب متلفز بأنه يوم استثنائي وعظيم في الوقت الذي دعا فيه الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي إلى مرحلة جديدة ضد الحوثيين يتوحد فيها جميع اليمنيين خلف السلطة الشرعية وبين الغدر الحوثي وتصفية قيادات حزب المؤتمر الشعبي في صنعاه وبين الثأر الذي أعلنه أحمد نجل صالح وبين تحولات متعددة في ساحة المعركة وخلف الأسوار تدور الأحداث اليمنية بشكل متسارع وسترقب دولي لما ستأول إليه الأمور في اليمن الذي بات على فوهة البركان هذا دكتور ماجد أنا الحقيقي كنت أعتقد أن انفكاك علي صالح مع تحالفه مع الحوثي اللي شويا عشنا الحقيقي كنت أظن أنه تم بتنسيق مع التحالف وبالتالي كان يفترض أن يتم يعني تهريب علي عبدالله الصالح قبل أن يعلن موقفه أو يعني تيسير أموره لأنه نحن نعلم أنه الحوثيين مسيطرين على صنعاه كونه يعلن الانفكاك ويقتل بعدها مباشرة هذا يعني خسارة كبرى طبعا للتحالف لأنه بدأت حالة من الانشقاقات تحدث ولا هو أيضا يعني يعني مجرم أيضا أنا أعتبرك كسب أكبر أنه قتل وليس خسارة أنا أعتبرك كسب أن هذا الرجل قتل يعني أنا رجل 35 سنة حقيقة من الرصيد في العلاقات في الدعم في التمكين والرجل يغدر في كل مرة والرجل يعني أنا في تقديري أنا في قراءة الشخصية أنه لم يكن هناك تنسيق أنما هو شعر يعني وصلت لمعلومات أن هناك موقف من الحوثيين تجاه تنحيته أو اغتياله وبادر أن يستعطف جانب الشرعية بس معقولة يعني وهو الشاطر والماكر والثعلب أنه يعني يخون هذا الوضع في اللي حصل قيانة لا لا هو أدرك أن الحوثي خلاص أن مرحلتها انتهت وأن الحوثي سيصفي فلذلك أراد أن يستجلب جانب الشرعية طبعا هو أخذ بغدر حسب التفاصيل وعندنا بعد غد حلقة اليمن ما بعده صالح بكل التفاصيل و بكل أجزاءها ولكن في رأي حقيقة نحن كسبنا عدة أمور الأمر الأول أن انكشف للناس سياسة إيران تجاه خصومها أو الأوراق التي تنتهي صلاحيتها هي تصفي نعم هذا واحد الجانب الثاني أن الحوثي أصبح في زاوية لواحدة في السابق كان معه فلور صالح وما تتبع من قبائل أو بقايا المؤتمر الشعبي الآن أصبح خصما ليس للشرعية بل خصما لبقايا صالح النقطة الثالثة والتي أتمنى ما تعتقد أنه يعني بقايا صالح يمكن أن ينظمون الحوثي تحت طائلة الخوف أو الإرهاب طبعا ما أتصور ولكن قد يكون لأن هي قبائلها شخصياتها الجانب الحقيقة الثالثة للخطر في تقديري هو أن لا أن لا أن لا أن لا نبحث عن بديل صالح من خلال الإبناء لأنها ستكون في السياق ثأر يمني يمني نحن سعداء بأن ما تم ما تم بعيدا عن التحالف حتى لا يكون ثأر يمني سعودي أو ثأر يمني مع التحالف أصبح قضية يمنية يمنية بها غطاء إيراني فأنا في رأيي أن هناك مكاسب كثيرة جدا نحن كسبناها أن ضعف جانب الحوثي أصبح الحوثي خصم للداخل الذي تعاطف مع السنين وأننا نحن تابعنا أن بعض الأصوات بدأت تخرج من منهم تبع صالح في قضية المسار مع الشرعية نحن لو اشتغلنا على هذا الأمر جيدا أتصور أننا سنجعل الحوثي وجماعته في خندق ضيق جدا أنا منزعج حقيقة من التحرك الدولي وهو المزعج في هذا الأمر يعني أولا المبعوث الأمم المتحدة والد الشيخ تصريحات دائما كلما أنا وراقب هذا الأمر كلما استدت الضائقة على الحوثيين خرجت منظمات الدولية تطالب بالتهديئة وتطالب بفتح المجالات الإنسانية وتطالب بهذا الكذب والهراء الذي نحن نعرفه في مناع الحديدة حينما طالب التحارف قال تفضلوا هذه من الحديدة لا أشرفوا عليه حتى تدخل مهنانات الإنسانية لا يسرق الحوثي رفضوا لأنهم غير صادقين في مواقف لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول الأوروبية ولوالأسف الأمم المتحدة لذلك أنا أقول لنا أن يجب أن نوظف أن نوظف الكسب الكبير بأن الساحة تخلصت من هذا الرجل ولقى الله سبحانه وتعالى فيما يخصه لا يعنينا ولكن فيما يخصنا هذا الرجل تسبب في مقتل جنودنا تسبب حقيقة في هدر أموال لنا طائلة تسبب في تعطيل جوانب من التنمية عندنا بسبب هذه الحرب يعني أحدث لنا عداءات في داخل اليمن فهذا الرجل ذهب بشره وليس له خير وأتمنى أن لا يكون له عقب يتعلق بنا فنحمل معه راية الثأر اليمني لأن تكون قضية يمنية يمنية وأن نشتغل حقيقة على إبراز الوجه السيء للحوثي والإيرانيين كيف يتعاملون مع خصومهم أو مع حلفائهم إذا انتهت صلاحيتهم وأنا أتصور أن الأيام القادمة حبلها حقيقة بكثير من الضائقة على الحوثي وجماعتهم ممتاز عقل إيش رأيك ما جد يعني يخالف ما يشاع الآن أن هناك تحضير لأحمد علي عبدالله صالح وهو لا يريد هذا ولا يرى جدواه يعني أنت كيف شايف مقتل علي عبدالله صالح وما يشكلهم تحولات يعني هو لأنه أيضا الفترة اللي بين ترى على فكرة الناس يعني ما يبدو ما يسمعون الشيء يقول صالح يعني في خطاباته بعد يعني بعد موقفها الأخير بعد انفكاكه بعد اللان الحرب على الحوثي هو لم يقول أنه مع التحالف أبدا بالعكس طالب التحالف ويقول العدوان بتوقف عن إيقاف الحرب ويعني شروط وهو يتحدى شروط على التحالف حتى بعد هذا نذهب إلى إلى مفاوضات ويعد بعد المفاوضات يعد الجيران بيعني موقف إيجابي تجاه الجيران لكنه لم يكن يعني مع التحالف نعم هو أعلن أنه إن شق عن الحوثي وأصبح ضد الحوثي لكنه لم يكن مع التحالف فيه يعني نصوص أعلامية ما أدري إلى أي مدى يعني تخدم التحالف أنا أعتقد أنه دور القضية اليمنية يخص الشرعية اليمنية ولا يخص التحالف التحالف ما هو إلا مساعد للشرعية لكن أن نتحدث أنه التحالف والتحالف وكأننا نضع التحالف هو اللي بيحل المشكلة المشكلة اللي بيحزم الحوثيين التحالف ليس دور حزيمة الحوثيين إذن أنت تطالب بدور للشرعية أنا أطالب إعلاميا حتى التركيز دائما يكون على الشرعية وبراز الشرعية وبراز دور المعارك للشرعية وأن الدور للشرعية التحالف الشيء الحين الشيء المنظم والشيء العلمي والشيء المقرر افترض أنه لسبب ما تمردت الشرعية على التحالف الآن وأعلنت أنه تطلب من التحالف إيقاب تدخلها في اليمن ما عند التحالف إلا يوقف لأنه أمميا ودوليا إذا ما تقف يدعو مجلس الأمن ويوقف التحالف بالقوة فيه نصوص ترد في الإعلام فيه كلام يقال في الإعلام أنا أعتقد أنه غير صحي أنه يصير الحكي في مواجهة الحوثي عن التحالف التحالف هو جزء يخدم الشرعية ودوره استجابة لطلب الشرعية والشرعية قائمة الآن نعم أنا أعتقد أنه يعني كثير من الناس أعتقدوا فهموا أنه صالح إن حازل التحالف أنا لم أفهم هذا ربما مستقبلاً لو الأمور تطورت إلى الأفضل أن يكون نعم في شيء لكن أنا أعتقد أنه الميزان يجب أن يكون هكذا الشرعية يدعمها التحالف في جهة وعلي عبد الله صالح والحوثيين ومن معهم في جهة تجاه ضد الشرعية الحين صالح حدث ما حدث وغيرت يعني ترك المشهد أي استبعد من المشهد فأصبح الحوثي والشرعية أنا أعتقد أنه لصالح الشرعية أن يكونوا يواجه الحوثيين لواحدهم صحيح لأنه اليوم يواجهون الحوثيين بكل تشوهاتهم بكل لغتهم القبيحة الحوثيين لا يتحدثون إطلاقاً عن الجمهورية أبداً يتحدثون عن السيد يتحدثون عن أنصار الله يتحدثون عن ميليشيا لا تسمع ليس عن دولة لا تسمع اسمه الجمهورية لا ترد فيه لا في البيانات ولا حتى في حواراتهم على التلفزيون وابح وهذا كان كل ما يقال كل الحماية التي تغطي الحوثيين هو ضمانة علي عبدالله صالح للشعب اليمني أن الجمهورية في يد علي عبدالله صالح وأن الحوثيين لن يعني هذه مسألة تخص اليمنين اليوم أنا أعتقد أنه الوضع السياسي والإعلامي وحتى العسكري العسكري ما على تغير بالعكس أفضل لأنه كان كثير من الناس يعتقدون أنه قوات الحرس الجمهوري قوات ما ما فيه الحرس الجمهوري الضباط الكبار الحوثيين كبوا عليهم فلوس وعطوهم مناصب ومثل أي نظام كيف هم وشو جبون وين يروحون يدورون الشرعية هذا في صنعة ومدى منه وهم هذا قدرهم هذا قدرهم فما في القوة الآن مكشوفة قوة الحوثي خصم الشرعية لم يكن مكشوفا ما هو الآن ما هو الآن طيب عبدالله أنت إيش تعليقك يعني كيف شايف الوضع اليمني إلى أين يسير والله شوف ما أعتقد أنه فيه مراقب أو باحث يزعم أن لديه معلومات في هذه الأيام وتحديدا منذ مقتل صالح نحن لا نعرف الكثير عن ما يجري داخل اليمن ولا نعرف طبيعة التحالفات ولا نعرف مصير الجيش الذي كان يقال أنه مع علي عبدالله صالح ولا نعرف مصير الحرس الجمهوري ولا نعرف حتى مصير القبيلة حاشد ولا نعرف حتى مصير المؤتمر الشعب الآن لكن خلني أخذ الحقيقة إلى يعني بعض المفاصل التاريخية التي قد نستنتج أنها أوصلتنا إلا ما نحن عليه إبراهيم الحمدي كان الرئيس اليمني الوحيد الذي كان يريد أن يبني دوله ولذلك همش القبيلة ثم قتل بعدها عام 1977 الذي قتله حتى الآن لا يعرفون من الذي قتله هناك كلام كثير جدا والوثائق الأمريكية تتحدث عن الهاشميين بعده الرئيس الغشمي اغتيل لكن قبل أن يقتال الحقيقة حصلت محاولة اغتيال وأرسل مندوبه إلى السفير الأمريكي وأبلغه بأنهم اليوم حاولوا اغتيالي وأنني أتهم الهاشميين أنهم الذين وراء وأتكلم عن اتصالات ما بينهم وما بين يحيى المتوكل وكان سفيرهم في ذلك الوقت هل المقصود بالهاشميين مش المقصود قبيلة لا الهاشميين يمثلون يمثلون نسبة من اليمنين وهم السلالة لأنه عندنا في اليمن الآن اتجاهين اتجاه البطنين عند الحوثيين أنه لن يحكم ولا يحق لأحد الحكم إلا أحد من سلالة الحسن أو الحسين هؤلاء عند الزيدية الجارودية الذين يحكمون الآن وهم الأقرب للاثنية عشرية والسيد الآن منهم وكانوا يترضون على حسين الحوثي كانوا يقومون عليه السلام الذي قتل عام 2004 في أول باركة الآن الغشمية يعني أغتيل أيضا ثم جاء علي عبدالله صالح عبدالله صالح رجع مرة أخرى إلى الموأمة ما بين الدين وما بين القبيلة وما بين التكنقراط ومن الذين قربهم إليه هم مجموعة من الذين كانوا أصلا ناقمين على الحكم السلالي ولكنهم متعلمين وهم الهاشميين المتوكل ومجموعته وتزوج منهم واستطاعوا خلال الفترة منذ عام 1978 عندما تولى علي عبدالله صالح أن يزرعوا في الجيش وأن يزرعوا في الكليات العسكرية قادة يدينون بالولاء للحكم السلالي وليس للجمهورية والذي يؤكد هذا أن القادة الذين كانوا مع علي عبدالله صالح الآن أين هم كلهم يقولون السيد كلهم انضموا إلى الحوثيين وعلي عبدالله صالح كما يتردد أنه قاتل لوحده مع حرسه خاص الإشكالية الآن هي أننا أحد أمرين إما أننا كنا نتوقع أن علي عبدالله صالح هو صاحب القوة التي تساعد الحوثيين في امتلاك أو السيطرة على اليمن أو أن علي عبدالله صالح أصلا كان موجودا بشكل رمزي وكان الحوثيين ينتظرون أي خطأ لأخذ ثار حسين الحوثي الذي قتله عام 2004 هذه المعلومات ليست موجودة لا نعرف هذه المعلومات من هو الذي فعله ثم لماذا ثم لماذا يصبح الحوثيين وكل ما يتعلق مهم خط أحمر عند الأمريكيين وعند الأوربيين لماذا لأنه مقتل أو اغتيال أو استهداف عبدالله الحوثي حق خط أحمر هذه ما فيها كلام الأمريكيين لا يريدون هذا والأوربيين لا يريدون هذا بينما الشيء الثاني لماذا المنظمات الدولية أيضا لم تتحدث عن مقتل علي عبدالله صالح مع أنه على فكرة تنفيذ حكم شرعي هو أصدر عليه حكم قال بأنه ارتد من اللي أصدر الحوثي قبلها بيوم أصدر قال هذا الرجل الحقيقة ارتد هو اليوم الثاني يرفضوا الحكم علي عبدالله صالح فإذا لماذا لم يتحرك العالم أخشى منه ما هو أخشى الحقيقة أنه إحنا جالسين ندرعم في التحالف وفي الشرعية وفي الميديا والجماعة عندهم مشروع الجماعة شغالين على مشروع وعارفين ماذا يعملون منذ بقتل العبدالله صالح يوم ستة واليوم أربع أيام مرت أو خمسة أيام نحن لا نعرف وأنا اتصلت بكثير من اليمنيين واتصلت بسفراء يمنيين نحن لا نعرف ما الذي يجري داخل صنع لا حد يعلم الآن هل المواجهة ستكون ما بين الشرعية مثل ما قال الأخ عقل ما بين الشرعية بمن معها ومن انضم إليها وبين الحوثيين ومن هم الحوثيين ومن يقف مع الحوثيين الشيء ثاني ما هو مصير القبيلة حاشد قبيلة حاشد ينتمي إليها الرئيس لكن ترى الرئيس لم يكن شيخ قبيلة هل أنت الصالح كان واحد من عامة الناس الشيوخ الأحمر عائلة الأحمر أين هم هل هم متفقين هل هم مع مع الأخوة لا مع الإصراح بعضهم مع الإصراح مولدين فيه الشيوخ القبائل هل هم في اليمن يمكن أن يديروا المعركة ولا هم ما شاء الله في المنتجعات الأخرى هذا أيضا سؤال الآن قبيلة حاشد دور التحالف في هذا دور التحالف ما عندهم يعني تتوقع فكرة في هذا أنا أعتقد أن التحالف عنده معلومات بس مشكلة التحالف أيضا أنه لا يعطي الآخرين هذه المعلومات حتى يتحدثوا بها طيب هل يعلمون التحالف أين يقع عبد الملك الحوثي أنا أعتقد كثير من الناس يقولون أنه ربما يكون خارج اليمن يأخي إذا كانوا موجود في اليمن لو كان في سابع سرداب يستطيعون الوصول له القنبلة التي فجرت الملجأ في 2003 في بغداد كان عشرين متر لسمنت فوقها لو كانوا يعرفون لكن أنا أعتقد الحقيقة المعلومات الاستخباراتية شحيحة يعني تتوقع أنه موجود في إيران مدام ما في سفارات في اليمن السفارات الموجودة الآن المفتوحة الروسية على ما أعتقد أنها مفتوحة والأمريكية مفتوحة والفرنسية مفتوحة أو على الأقل لها تمثيل هؤلاء يحتكرون المعلومات لا يسلمون لك المعلومات إلا بثمنها فما في معلومات طالما أنت ما عندك معلومات من الأرض العمل الاستخباراتي يكون ضعيف والشيء الثاني مسألة تحول الولاءات الآن أعتقد أنه مثل ما أشار الله عقل يجب الحقيقة أنه نعمل الآن على إعادة بناء المؤتمر الشعبي أو نساعد الحكومة الشرعية ما ندخل في داخل إمن نساعد الحكومة الشرعية على أن تعيد بناء المؤتمر الشعبي وأنا ضم صوت الدكتور يجب أن لا يكون أحمد علي عبدالله صالح جزء منها لماذا؟ لأن مشايخ قبيلة تحاشد لن يرضوا به وبالتهالي ندخل مرة أخرى في عراق داخل القبيلة نفسها نسمع أن الإمارات تريد ذلك تكلم الحقيقة الآن من الذي كان يصرح ضد التحالف صرح ضد التحالف عدة مراته وفي بوظبي وانا اعترضت على تصريحاته أقدر شخص الحقيقة على قيانة القبيلة أعتقد أنه هو نائب الرئيس اللي هو علي علي محسن الأحمر فإحتاج الحقيقة أنك تلملم شمل القبيلة من جانب ومن جانب آخر أنك تلملم شمل المؤتمر الشعبي العام من جانب ثم تنظر هل هؤلاء يتمكنوا حتى من شيوخ القبائل وأصبحت المسألة بيع وشراء وتغيير في المواقف أو أن الشرعية يمكن فعلا أن تجمع وأن تحجد لكن إذا كانت الحقيقة الأمور تريد أن تحسم بالقوة حتى وإن كان لديهم مشروع فيجب الحقيقة أن يكون التحالف والشرعية جاهزين على أن يدخلوا صنعة بالقوة مهما كانت النتائج أما إذا استمرت الأمور هل أنت بأيد لدخول صنعة حتى لو سالت الدماء يعني هناك من يرى أن الدول التحالف تكترف كثيرا لرأي الدول الأوروبية وأمريكا بينما مثلا الحوثيين يسلخون المعارضين هالأيام يعني بدون ما يهمهم الرأي العام العالمي صحيح أن هذه الدول حقيقة تلتزم بالموافقة الدولية وتلتزم في الواقع في أنظمة الأمم المتحدة وقوائن الحرب وهذه مليشيات خارجة عن القانون لكن قبل أن أبدأ بس الخروج عن القانون الأحياني يوصلك إلى أهدافك صحيح بس أيضا أنت هي منظوم مترابطة أحيانا يعني الآن مثلا الحملة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في اليمن والقصف والضغط على الدول الأوروبية بس أنت تعرف أن هذا كله كلام فاضي وأنه النفاق دول منافقة كبرى هذه الدول الكبرى حتى المنظمات الضعيفة مثل هذه الاستحقاقات يتم استخدامها معظم المنظمات الدولية فيها الحقيقة من العوائر الهاشمية يتم استخدامها كجزء من اللعبة ولكن أولا فيما يتعلق بعلي عبدالله صالح أنا أعتقد أن مقتل علي عبدالله صالح خسار على التحالف علي عبدالله صالح لم يكن حليفا للتحالف إطلاقا الجانب الآخر خلال الثلاث سنوات أو الثلاث سنوات الماضية حدثت تحولات كبرى في الجغرافية الاجتماعية في اليمن علي عبدالله صالح هو دائما كان يردد بأنه يرقص على رؤوس الثعابين وللأسف هذه الرقصات ضيعت اليمن وأدت إلى مقتله أدخل الحثيين للصنعاء الحثيين خلال السنوات الماضية لم يكنوا فقط في الشوارع بأسلحتهم كانوا يعملون ضمن برامج لأدلجة القيادة العسكرية أدلجة شيوخ القبائل أدلجة الحزام القبلي في صنعاء فكان هناك مشروع إيدولوجي لم يكن المال وحده فقط لذلك حدثت تحولات كبرى الحرس الجمهوري في الواقع لم يكن هناك حرس جمهوري يعني الرجل قتل في منزله ولم تكن لديه حراسات كبرى الحزام القابلي المحيط بصنعاء تخلعا علي عبدالله صالح نحن أمام تحولات كبرى حدثت في صنعاء أو حدثها الحوثي خلال فترة الماضية مقتل علي عبدالله صالح لم يكن قرار الحوثي بل قرار إقليمي لا يستطيع الحوثي أن يستر حكما بقتل علي عبدالله صالح دون الرجوع إلى مراجعها الإقليمية الزيمين ومشون؟ تكلم عن حزب الله تكلم عن إيران لأن قتل علي عبدالله صالح لا يستطيع الحوثي أن يتخذ في مفردة ليش؟ ما الذي يمنع عنه يعني يتخذه؟ لأن عندما تحل عمل بالوكالة وترى بالوكالة المارس عمل بالوكالة غير موضوع الوكالة أنت عندما تحل الخطاب الحوثي شكلا ومضمونا وأداء هو لا يملك هذه العدوات هو يتم تدريبهم على الخطاب الإعلامي على الإجراءات يتم تدريبهم في الواقع ميدانيا ونتذكر اللبنانيين ونتذكر الإيرانيين فبالتالي هو مشروع أقليمي وليس مشروع يمني يمني بحي فبالتالي لا يمكن أن يتخذ هذا القار دون العودة إلى مراجعه الأساس الجانب الآخر أو الجانب الإيجابي أنه تم رفع الغطاء السياسي عن جماعة الحوثي لم يعد معهم شريك سقط أحد الأجنحة كيف تستطيع الشرعية أن تبرز هذه الجماعة أو هذه الميليشيات العسكرية العابرة للمناطق أو العابرة للحدود كجماعة مغتصبة لليمن لا للأسف لازال خطاب الشرعية خطاب ضعيف غير قابل للتسويق لا عربيا ولا إسلاميا ولا دوليا بل أنه لا يجد خطاب يعني فقط يتلقى الشائعات والأخبار الفريق الآخر يستطيع أن يؤسس خطاب يتحدث عن المجاعة في اليمن الكوليرا في اليمن هناك فعلا مجاعة فيه لكن من الذي تسبب في المجاعة هو الحوثي نفسه نعم أيضا لدينا مشكلة في إدارة الملف الإعلامي في اليمن حتى نستطيع أن نقنع المنظمات الدولية والداخل اليمني لماذا لم تقوم أو تثور القبائل اليمنية لدعم الشرعية لماذا لم تقوم الفعاليات العسكرية في دعم الشرعية معناه أن هناك تغييب وجهد آخر أنا أتمنى أن بعد مقتى عليه عبدالله صالح أن يعمل مراجعة شاملة لأن علي عبدالله صالح أيضا ظل الآخرين كان يعتقد مثل ما تفضلت أستاذ الريس أنه يملك قوة أعتقد أنه لا يملك القوة صحيح الذي يملك القوة هو الحوثي وضحى به تماما أستاذ بس نقطتين سريعة جدا أولا موضوع التحالف يجي بأخوان أننا لا نجرد من أمر التحالف بقية المكاربية السعودية إلى جانب دعم الشرعية هو يدافع عن حدود المملكة الجنوبية نحن عانينا من الحوثيين من عام 2009 والاعتداءات والهجمات والتسلل والصواريخ فأنا أساسها ليس فقط الشرعية ندعم الشرعية بقرار 2216 ولكن أحمي حدودي وهذا حق في القانون الدولي الجانب الآخر الشرعية ليس الضعيفة وإن كان علامها ضعيف الشرعية مدعومة بقرارات أممية صحيح أن نحن وظفنا للقرارات أمموية لكن 2216 قرار أممي معطية الشرعية الحق القانوني الدولي لإقرار السيادة في اليمن وهذا أمر يجب دائما أن نكون واضح حتى لا نضعف مواقفنا التي أخذناها دوليا ممتاز ما عندي وقت يا عبد القيادة السياسية لليمن الآن عليها أن تختار وزارة حرب وتختار كل الأقوية في اليمن وتجمعهم في وزارة لمواجهة الأحداث الحالية بالتشضي هذا الجنوب في جهة والشمال في 20 جهة فالشرعية ستكون ضعيفة ما لم يتصدى رجال من أقوياء اليمن سياسيا عسكريا اقتصاديا ويصيرون في قيادة مركزية للشرعية تحت القيادة الرئيس لكنهم مختلفين عن الطواقم التي تجري على العمل وإلا لن يستطيعوا تحرير اليمن بس نقطة النظام أنا أعتقد حسب ما أفهمنا أنه التحالف هو الإعالة الشرعية وليس للدفاع عن حدود المملكة الجيش السعودي هو الإذاف عن حدود السعودية يعني هذا فهمي الحقيقة التحالف هو الإعالة الشرعية وشك الإعالة الشرعية ومثل ما أشار الأخي لو طلبت الشرعية اليوم من التحالف أن توقف ستوقف فاصل ثم نعود إليكم أهلا وسهلا بكم وأهلا بيضيف الكرام الأستاذ عقل الباهلي الدكتور خالد الفرم الدكتور عبد الله موسى الطاير الدكتور ماجد التركي وإلى محورنا التعليم لم يتمكن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني من الخروج بمكاسب كان يمني بها النفس في القمة الخليجية الثامنة والثلاثين والتي عقدت في دولة الكويت إذ شهدت القمة غياب قادة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ليبقى أمير قطر الضيف الوحيد مع مستضيفه أمير الكويت وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على الجلستين الافتتاحية والختامية والتي كانت الأقصر في تاريخ القمم الخليجية القمة الخليجية جاءت سريعة وباهتة في شكلها العام وحتى في نتائجها التي لم تتطرق إلى الأزمة القطرية الأبرز حاليا في الأجندة الخليجية فيما أكد البيان الختامي على تماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه وأعلن عن استضافة سلطنة عمان للقمة المقبلة في إشارة إلى استمرار المجلس رغم أن قمته كانت تثير القلق حول مستقبله ولعل هذا هو المكسب الوحيد الذي خرج به الشارع الخليجي دكتور عبدالله لعلك سمعت التقرير آخر التقرير يشير إلى أن القمة تثير القلق حول مستقبل المجلس سؤالي ما هو مستقبل مجلس التعاون الخليجي؟ أنا أعتقد أولا أنه الأشقاء في الكويت هم الذين تسببوا في إثارة القلق لأنه النظام الأساسي للمجلس كان يتيح لهم أن يعقد القمة القمة بدون حضور قطر النظام الأساسي يقول ينعقد المجلس الأعلى بحضور ثلثين وبالتالي كان يمكن أن يكون هناك قمة قوية برياب قطر لن يسبب هذا إشكالية وكانت تستطيع الكويت بما لها من دولة بدون قطر ألا أنها خارج المنظومة؟ لا أبدا الكويت هي الدولة الوسيط والوحيد حتى الآن الذي كل العالم يعتبر أنها هي الدولة الوسيط والوحيد في الملف وكانت تستطيع أن تقول أنه من أجل المحافظة على المجلس فنرجو منكم الحقيقة يعني أن لا تحضروا الاجتماعات وبالتالي تنعقد طيب إذا احتجت قطر أنه أنا والله يبغى أجي لرأب الصدر لا لحول فيها دعوات لو لا إحنا ما نتكلم عن دعوات هما لا يستطيعون الحقيقة أنهم يستبعدون لكن أنا أقول مدام أن الأبواب مفتوحة والقنوات مفتوحة وكانوا يريدون أن تكون القمة قوية كان يمكن الحقيقة أن يستخدموا نص القرار نص للنظام وأن تعقد القمة بحضور القادة الخمسة الآخرين وأن لا تحضر قطر بتسوية معينة مع الكويت الكويت دولة وسيطة ويهم القيام البقاء المجلس وبالتالي يعني أن لا تحضر لأنه لا توجد مادة تؤجل الجلسة يعني لا توجد مادة في النظام تؤجل تسمح بتأجيل لا توجد نهائيا وإنما توجد مادة لعقد جلسات أخرى فأنا أتصور الحقيقة أنه انعقادها بالحد لا أدنا كان أيضا مبشرا لأن المجلس نازال موجود ثم استضافت عمان أيضا للقمة القادمة فيما لو امتدت الأزمة أيضا يقول أنها ستعقد لأنه لو استضافتها دولة أخرى من الدول التي تقاطع قطر أو قطر فلن تحضر بقية الدول فبالتالي لا زال عندنا أمل أنه المجلس بحده الأدنى يعمل ولكن ليس كما نتمنى وكما نتوقع وكنا نتوقع الحقيقة أن تكون هذه القمة فرصة لاعتذار قطري لنوع من المقاربة التي تصل إلى احتواء هذه الأزمة ولكن للأسف نفوجئنا بتسريبات كثيرة عن وساطته في موضوع علي صالح وكلما اقتربنا من أو اقترب الأمل كلما وجدنا أن هناك قرار آخر من الأخوان في قطر للأسف أسوأ مما قبل هو عاقل كان شعبيا متوقع عند الناس أنه القمة يعني لن تقول إلى أي نجاح يعني فبالتالي لماذا أصرت الكويت في ظنك إلى انعقادها يعني أول النجاح هذا سمع للقمة من يوم الله خلقها يعني باهل الناس يقولون ما عندنا لها البطاقة أعطيتونا لها البطاقة لأتخفليها يعني هي مشكلتهم لكن أنا في أعتقادي أنه القمة خليني يسألك وش تبغى غير البطاقة كمواطن خليجي أبي ما بدو بطاقة هذا أول شيء ممتاز بدو بطاقة هذا أسهل شيء أوكي وفيه أشياء كثيرة يعني كان يمكن إنجازها أفضل لكن أيضا هناك ظروف كل فترة تجي عزمات وأشياء وتتغير يعني الإدارات السياسية وهذا طبيعة السياسة والحمد لله يعني ممكن أكثر أزمة عصفت بالمجلس هي قضية الآخيرة يعني لا نشوف يعني إن في مكاسب مثلا غزو العراق للكويت كان يعني بسبب وجود لا لا بالتأكيد رد قوات الردع اللي في البحرين أيضا كان لها دور مهم في لبقى على البحرين على أي حال نحن نشوف المؤتمر أنا في اعتقادي أنه أحسنة الكويت صنعا بأنها بذلت كل ما تستطيع بعدين في في انعقاد القمة والكويت على فكرة عندها موقفين مختلفين يعني في معظم الناس ربطون بين العقاد القمة ووساطة الكويت وهذه هي الحقيقة موضوعا مختلفين تماما لأنه دور القويت هي توجه الدعوات حينما تجد أن الأطراف عندها استعداد يعني مع بس ما لها علاقة بأنهم وش بيقولون أو وش بيسوون لا بس أنه بما أنهم استعدوا للحضور وحن نذكر لما أرسل الأمير وزير الخارجية قبل الانعقاد بأربعة أيام لخدم الحرمين الشريفين الملك سلمان ويعني قابل الملك ويبدو أنه جت الإشارة بأنه ينعقد حتى بروتوكوليا يعني يعطي نوع من التطمين للناس للشعب لأنه للشعوب الخليجية وللأيضا المسؤولين الخليجيين إلى أنه نعم هناك مشكلة لكن أيضا الخليج قادر على التعامل المباشر يعني نحن نذكر يعني الخلافات تحدث في بعض المناطق المحيطة ونتذكر إلى اليوم الخلاف خمسين سنة من الأربعين سنة الخلاف المغربي الجزائري حول الصحراء الكبرى يعني أنا أعتقد أنه فيه رسائل ما لها علاقة في قضية قطر انعقاد القمة هو إثبات أولا أنه في أصعب الظروف نستطيع أن نلتقي ربما ما يكون التمثيل يعني كافي لأنه أيضا ما هناك يعني في جدول الأعمال ليس لدى الكويت أثمان كبيرة أو الأطراف أطراف العلاقة ما في أثمان كبيرة تستحق أن يحضرون القادة لكن من حيث المبدأ أولا أن الخليجيين لديهم الاستعداد على مستوى القيادات الخليجية بأن يتجاوزوا قليلا في الخلافات إلى درجة يحضرون ويشاركون في القمة وينعقد ويصدر بيان ختامي ويعين البلد المضيف القادم أيضا أنا متأكد يعني أعرف والكل يعرف حينما ينعقد اجتماع يعني مهما كانت صعوباته وأنا أعتقد أنه من أسهل الاجتماعات هو اجتماع الكويت بالتأكيد هناك من سلم على من وهناك من تحدث إلى من وهناك من قال شيئا لمن يعني فيه أشياء كثيرة مفيدة يعني يعني فيه تقاول ولا تغير من موقف الآخرين لكنها يعني تعطي وتعطي نوع من المبادرات الإنسانية والقضية ليست خصومة بيننا وبينهم لكن هناك خلافات يمكن حلها واضح حبيب أنا ماجد عبدالله تو يقول كان يستحسن أن الكويت لا تدعو قطر أنا سؤالي في كل حال قطر حضرت وممثلة بأميرها ليش حضرت قطر تظن تسمح لي شوي أولا نجب أن نقدر للكويت إصرارها على العقادة القمة لأن المجلس أسس ليبقى وليس لحقيقة ليتوقف بسبب المطار إما هذا أمه لأن هناك من يريد إسقاط مجلس التعاون مجلس التعاون حفظ لنا الكثير وحقق لنا الكثير طبعا ونعرف أن كلام زميننا سالعقل هم باب الدعاب وليس من باب التفاصيل الحقيقية لأننا نعرف على المستوى الخليجي حقق لنا الكثير سواء في القضايا الأمنية وفي أمل يعني أعاد اللي يبي أشياء لا لا نتكلم عن المجلسات أنا لا أتكلم عن المجلسات لا حققنا كثير في المسار الاقتصادي في المسار الأمني في التعاون في تبادل المعلومات في قضايا كثيرة جدا جدا يجب أن لا نتجاهل الجانب الآخر الجانب الآخر الذي يقدر حقيقة للجانب الكويت هو حقيقة لأمير الكويت مع كبر سنه ومرضه كسر البرتوكول واحترم الرموز الذين حضروا واستقبلهم في المطر هذا أمر يجب حقيقة أن يذكر فيشكر ويقدر حقيقة لأنه يبرز الوجه الحقيقي الخليجي في أدبيات طبعا في قضايا قانونية لا نستطيع أن نتحدث فيها عاطفيا وتحدث فيها الدكتور عبد لأنه أساسا يعني ليس في النظام ما يفتح مجاله للتأجيل وليس في النظام ما يسمح لتجاهل عضو من الأعضاء قد يغيب لسبب يخصه سلطان عمال لم يحضر كثير من الجلسات لم يحضر وينيب من يحضر عنه فهناك قضايا قانونية يجب أن لا تتناول من زواياها العاطفية أنا حقيقة أقول أن أنعقاد المجلس بهذا الشكل هو ضرورة واستمراره في عمان هو ضرورة مستقبليا نحن نقول أزمات تزول والحقائق تبقى سنريد أن نشتغل على هذا الأمر أنا يعني يؤلمني التناقضات نحن تحدثنا كثير على أن مشكلة قطر صغيرة جدا 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 فلماذا نحجمها ونجعلها قضية تكسر ظهر مجلس التعاون الخليجي هذا تناقض حقيقة في طرحنا الإعلام إذا ننظر إلى قضية مشكلتنا مع قطر أنها صغيرة يجب أن نضعها في حجمها الصغير وأن لا تقلقنا في قضايانا الكبرى ونعتبر مجلس التعاون من القضايا الكبرى لدول المجلس ليش حضرت قطر لأنها عضو ليش لا 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 التفاهم سؤالي ليش جاء أمير قطر إذا لم يكن وهو يعلم أعزيزي لموقفه يقول كأنه طبعا هو ما أخذ موقف طبعا الدول المملكة بالسعودية والإمارات والبحرين له موقف موحد تجاه قطر قطر لها موقف لوحدة تجاه هذه الدول هي تريد أن تقول أنني أنا حاضرة أنني لست مخطئ أن هي متمسكة طبعا طبعا هنا مشكلة زي ما قال دكتور عبدالله أحيانا في كثير من معطيات ما نصل إليها طبعا هو طرح أن هناك فيه مسير مفاوضات قبل القمة أن هناك أن قطر ستوافق على كذا ثم قيل أن قطر وافقت على بعض البنود ورفضت بعض البنود وهذا الذي تسبب هذه تأولات ليس لدينا مستمسك ما عندنا معطيات على أساس أن نقولك ليش حضرت قطر ليش أصرت هي حضرت بروتوكولية لأنها في النظام هي أن تحضر وهي ترى في نفسها أنها صاحبة حق يترى هذا الأمر من حق أن ترى ما ترى ولكن نحن رأينا رأيا آخر وقلنا لا يحضر عنا من يمثلنا بهذا المستوى ممتازة بشو تعليقك على القمة المجمل يعني يعني الشيخ صباح الأحمد من الكويت بذل جهد كبير للغاية انعقاد القمة في ظل هذه الظروف يحسب لدبلماسية الكويتية إضافة إلى ما طرح الشيخ صباح الأحمد بأهمية إيجاد هيئة لفضل النزاعات الخليجية الخليجية داخل مجلس التعاون وكذلك مراجعة النظام الأساسي لمجلس التعاون هذه الأزمة كشفت مجلس التعاون في الواقع لا توجد لديه هيئات يستطيع من خلاله إرزام الأعضاء أو فضل هذه النزاعات لذلك نعتقد مجلس التعاون الخليجي مهدد بشكل كبير للغاية إذا ما استمرت هذه الأزمات تأصف والمجلس كافة شعب المجلس بحاجة ماسة إلى بقاء هذا المجلس وتماسكه في ظل التحديث التي تحيط بدول المنطقة فلعل وعسى إن شاء الله أن تكون هذه القمة بادرة خير لحل هذه النزاعات أخوي دريس يجب أن لا ننسى جهود شيوخنا وكبارنا اللي من تأسيس المجلس حقيقة مع سنهم وتعبهم كانوا يقاتلوا من أجل السمرار المجلس وقيام المجلس وانعقاد المجلس يجب أن نستحضرها حقيقة يعني من البدايات إلى حقيقة موقف الملك عبدالله اللي نذكر رحمة الله عليه في قضية التحول إلى ما هو أكبر من مجلس تعاون يجب أن نستحضرها حقيقة حتى نتمسك بهذه الحقائق فاصل ثم نعود إليه أهلا وسهلا بكم وأهلا بضيوف الكرام دكتور عبدالله الطاير دكتور خالد الفرم دكتور ماجد تركي الأستاذ عقل باهلي إلى موضوع التعليم واصل النائب العام في السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد سعود المعجب الإعلان عن بيانات صحفية حول أعمال اللجنة التي بدأت أعمالها منذ إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تشكيلها قبل نحو شهر حيث كشف المعجب أن معظم المتهمين بالفساد وافقوا على التسوية وأن النيابة العام ما قررت التحفظ على عدد محدود منهم فيما أفرجت عن البقية وأوضح النائب العام أن اللجنة استدعت ثلاثمائة وعشرين شخصا وأوقفت مائة وتسعة وخمسين آخرين فيما قامت بالحجز على الحسابات البنكية لثلاثمائة وستة وسبعين شخصا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة مؤكدا حرص الجهات المعنية على مراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى لا سيما الشركات والمؤسسات مؤكدا أنه تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملكة كليا أو جزئيا لأي من الموقوفين كما تم تمكين الشركاء والإدارة التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية من دون أي تأثير أخي قالد حسب تصريحات النائب العام يقول أنه وافق معظم من تم مواجهتهم بالتهم يعني على التسوية أرغب تقول لي ما يشارك فيما يشاعي من أرقام مالية للمسترد هل هي حقيقية أو إشاعة هل هناك مستندات يمكن نرجع إليها لمعرفة كم مليار سيتم استبدادها أولا يشكر النائب العام يعني هذا البيان هذا البيان رقم ثلاثة تقريبا الذي يجسد أيضا شفافية في قضية الأرقام والإحصائيات والأعداد والأرقام النائب العام قدر حجم الأرقام حجم المبالغ التي قد تسترد بمئة مليار دولار وهذا رقم تقديري يعني ثلاثمائة وتقريبا ثلاثمائة وسبعين مليار ريال سعودي مليار ريال سعودي وهذا رقم كبير جدا وأنا أعتقد أن الرقم قد يكون متحفظ متحفظ يعني متحفظ من قبل النائب العام تقصد أنت يوم تقول كبير جدا يظهر كأنك تشكك في أنه مش الرقم المتوقع أو تقصد أنه زين أنه رقم كبير أنا أعتقد أن هذا الرقم في الواقع 375 مليار نتكلم عن حوالي 40% من الميزانية السعودية رقم جدا عالي هذا رقم تقديري من نائب العام ولكن واقع الحال إذا تم استرداد 70% من هذا الرقم أنا أعتقد أن هذا إنجاز النقطة الأهم أنه نحن في الواقع هذا الحدث سأحدث صدمة إيجابية في الحياة الإدارية السعودية سابقا لم تكن هناك مساءلة لم تكن هناك محاسبة لم يكن هناك استدعاء للوزراء للمسؤولين السابقين أو الحاليين فبالتالي أحدث صدمة كبرى في الحياة الإدارية السعودية وأصبح هناك إحساس بالمسؤولية وترقب من المحاسبة والشفافية لكن الأهم كيف نستطيع مأسسة هذا الحدث بحيث أن يكون في الواقع هو عمل مستمر ودائم ولا ينتهي بانتهاء هذا الحدث ممتاز عبد الله كيف يمكن بالفعل نؤسس لمثل هذا الإجراء بحيث يكون القضاء على الفساد في المملكة العربية السعودية أو منع الفساد أو الحيلولة دونه فضيلة وإجراء أخلاقي قائم لأن الحقيقة في سنوات مضت يعني أنا وأنت وجميعنا نعلم أن الفساد قد استوطن وتجذر بشكل كبير حتى لم يعد هناك خجل من وجوده يعني صار كأي شأن طبيعي في المملكة العربية السعودية أنا أعتقد أن التنظيمات موجودة والأجهزة موجودة بل نشتكي الحقيقة من تعدد الأجهزة أحيانا الحقيقة هي تتداخل صلاحياتها عندنا أهيئة الرقابة والتحقيق وعندنا دوال مظالم عندنا أهيئة مكافحة الفساد وعندنا مباحثة الإدارية هذه أربع جهات الحقيقة كلها موجودة ومؤسسة من عشرات السنين دوال مراقب العام دميع عفوة صحيح وليس دوال مظالم كلها تعمل الحقيقة منذ سنوات طويلة وأجزت ما تعتقد أنها تتصادم هي تتصادم لكن هي عملت وأوقفت ناس وسجرت ناس وحكمت على آخرين الإشكالية متها من بدايتها حكمت على ناس من ضبط الحقيقة أن الفئة التي كنا نتصور عندها حصانة رفع عنها القطالها وهذا هو الملك سلمان هذا الذي يقوم به أنه لا أحد فوق النظام بمعنى أنه إن شاء الله مع انتهاء هذه الحملة هذه الجهات ستمارس عملها وهي قوية بمعنى ما عنده مشكلة بعدين أن يروح الوزير ويروح الأمير ما عنده مشكلة لأنه أصبح الإجراء الآن موجود في المؤسسات موجودة كانت تنتظي إلى قرار بدل من أن تسير من تحتي إلى أعلى ثم تتوقف عند مستويات معينة وتحول طبعا الديوان تريح حقك الديوان فيه لجان بالنسبة للوزراء بالنسبة للموظفي المرتبة المنتهزة فيه لجان خاصة بهم تحقق معهم لكن الآن أصبحت المؤسسات عندها التخويل أن توقف أي متهم بالفساد كائنا من كان والأجمل الحقيقة الآن هو أنه أصبح للأمر وجه نظامي بمعنى فيه ادعاء عام الادعاء العام الحقيقة هو الوجه النظامي لأي بلد من البلدان بمعنى صحيح أنه فلان عنده فساد لكن أيضا له حقوق وحقوق ويجب أنتصان يجب الحقيقة أن يعامل وفق النظام لا يمكن لنا الحقيقة أن نحكافح النظام بمخالفة النظام وهذا الذي الآن يسير هو أن الأمور تجري بشكلها النظامي وأنا عجبني مثل ما أشار الدكتور هذا البيان بيان تفصيلي ويجيب على سؤال الواحد في المئة الذين طلبوا التقاضي أنا بس تكمل مع الباقيين بس المخرج يقول فيه فاصل فاصل ثم نعود إليكم أهلا وسهلا بكم نستكمل يا ماجد إسرائيل كنت في الحملة اللي قاعدة تحدث على الفساد نقاط سريعة النقطة الأولى أولا يجب التأكيد على أن هذا حق المواطني هذه أموال مواطنين أموال دولة هي في النهاية تنمية تنمية للبلاد ومخصصات برامجية استقطعت من غير وجه حق هي تعود لخزينة الدولة إذن تعود لمصلحة المواطن جانب الثاني هي تعزيز ثقة الدولة ثقة المواطن في الدولة يعني فترات يعني يكثر الكلام كما تحدثنا قبل قليل وسائل التواصل الاجتماعي لم تترك سرا لأحد وأصبح المجال للشائعات في مثل هذا العمل وتواصل هذا العمل يعزز قيمة النظيف حتى يزداد نظافة ويجعل حقيقة صاحب الفساد من زوي في زاويته ويترقب الساعة التي يكشفها الأجمل حقيقة ما يعني كتأكيد المعلومة عندي إذا هي أكيدة أنه تم الإعلان على أن من كان راشيا أو مرتيشيا قبل أن يقبض عليه له مساحة قانونية أن يأتي ويقدم هذا الأمر وأن يعفى من العقوبة الذاتية والعقوبة اللاحقة وهذا أمر مهم يشجع أن من تاب تاب الله عليه وأن من يريد أن يكشف هذا الأمر وأن يقدم استنداته ويتراجع عنه هذه خطوات مهمة جدا أنا أقول الحقيقة المكسب الرئيسي هو في القيمة المالية نعم هذا جانب مهم لشارة الدكتور ولكن أن نعزز أن نعزز قيمة الدولة في نفس المواطن أن هذا حق مواطن مصان من قبل الدولة وأنني يجب أن أمضي في حقي اللي هو تعميم النظافة وليس مجرد مكافحة الفساد صحيح أقول أنا أيضا من اللي يأيدون لأنه فيما مضى كان المال العام مستباح والمرافق العامة أيضا حتى عند أقل الناس كانوا دائما يعتبرون هدر هذه الأشياء أو التهديم أو التخريب في المرافق العامة يعني مثل قولة حلال الدولة هذه المفردة يجب أن تتغير والحلال مهو بحلالك تجرح على الشجر هذه المصطلحات كانت سائدة أعتقد أن الإجراءات الأخيرة التي تتم بخصوص الفساد ستردع مثل هذه الأخلاقيات البائسة وإيش تعليقك أنا أذكر كم وزارة ودت كاتب للمحكمة وراها يشير إلى أنه فيه شبهة فساد من يوم بدتها القصة ما سمعت ولا وزارة قالت شيء ولا حد هذا كافي نحتاج أيضا إلى رفع سقف حرية الإعلام شوي يساعد على مكافحة الفساد وغيره يا حبيبي أنت تحكي السقف وتتعدى وتشقه أنا أعتقد أنه عندنا سقف ممتاز الحمد لله يرحمك الله على حال انتهى الوقت عندي أشكر ضيوفي الكرام الأستاذ عقل الباحلي دكتور خادر الفرم دكتور ماجد تركي دكتور عبد الله موسى الطاير شكرا الموصلين لكم أمان الله موسى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة